الوزير المنتدب المكلف بصناعة صيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد أمس على ضرورة تنظيم القطاع الوصول إلى التصديق أوضح أن هدف القطاع ضمان المواد الصيدلانية وتطوير الصناعة الصيدلانية بهذا المجال ثم التوجه نحو أفاقها التصديق الوزير كدا على ضرورة أن يكون البحث العلمي في خدمة الاقتصاد الوطني مشيدا بالكفاءات الجزائرية التي ستكون دعامة أساسية للتوجه نحو صناعة صيدلانية حقيقية فما يخص صناعة اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا قال الوزير المنتدب المكلف بصناعة صيدلانية أن روسيا حددت الجزائر كدولة قادرة على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا مضيفا أن الجزائر اليوم أمام تحدي إنتاج هذا اللقاح بالتعاون بين صيدلان وأربع شركات خاصة لإنتاج الأدوية تحدث المشاهدين حول أفاق تطوير صناعة دوائية في الجزائر تصنيع الأنسلين في غضون 2022 بنسبة 100% في الجزائر كيف يمكن نرقي هذا القطاع لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن بعده التوجه للتصدير وما هي العراق التي تجابه وتواجه اليوم المتعامين في القطاع على الميدان لتحقيق أهداف هذا القطاع الحديد حولنا هذه النقاط معي دكتور رحم شفيق نائب رئيس نقابة سيدي للخواص أهلا بك سيدي الكريم صباح الخير سيدي صباح الخير المشاهدين الكرام وشكرا على الاستضافة العفو شكرا لك لحضورك معنا إذن بداية بهذا الطموح إن صح التعبير فيما يخص الصناعات الدوائية كيف من الممكن أن نرقي هذا القطاع تحدثنا طويل من ربما وليسنوات حول تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية الطلب المحلي من المواد الصيدلانية والشبه الصيدلانية هل نعتقد اليوم بإمكانيات الحالية بوتيرة نمو هذا القطاع أننا فعلا قادرون على تحقيق هذا المطلب الاكتفاء الذاتي وبعده التوجه نحو التصدير حقيقة يومنا هذا تطورت على الصناع الصيدلانية الجزائرية لحكة الجزائر لتغطية 52% لإحتياجات التحف فيما يخص المواد الصيدلانية إلى غاية؟ نقوله لهذه السنة الحالية ولكن في هذه السنوات الماضية منذ ربعة خمس سنوات كان فيه تخفيض في تطورت على الصناع التعدواء لأسباب متعددة وحان الوقت باش الإنسان والدولة يعني تدير تقييم لهذه الصناعة ولهذه الأسباب كانت أنشئت وزارة الصناعة الصيدلانية لتطرق لعدة أسباب هادو ما بينها كانت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية اللي انطلقت في العمل التحاك كانت فيها ما انطلقتش من السابق معدد سنوات واحد العشرة وخمستاش سنة ما دخلتش في الخدمة كان كذلك محيط قانوني اللي لابد يتغير وهذه تطرقت لها وزارة الصحة ووزارة الصناعة الصيدلانية وعدت أسباب أخرى تقنية اللي كانت تتعرقل في تطور الصناعة الصيدلية حان الوقت وين لابد الجزائر تكون فيها في هذا الميدان الاقتصادي تكون فيها قفزة نوعية وصلنا لهذا القفزة يعني ربما كان إشارات على سبيل المثال كان أدوية بيو تكنولوجية اللي بدأت تنتج في هذا العام هذا في مثلا واحدة الدواء تعتخطر الدم لانتجها منذ شهرين أو ثلاثة في الجزائر وهذه التقنيات هذه البيو تكنولوجيا ما كانتش موجودة في الجزائر وربما طرق وزير صناعة الصيدلية لمشاريع أخرى ما بينهم مشاريع تعلان إنتاج الأنسولين والبارح تحدث حولها الأنسولين في ينتج محليا بنسبة 100% وهنا الإشكال فيما يخص قطاع الصناعات الصيدلانية نتحدث عن المواد الأولية المدمجة في توطين هذه الصناعات الدوائية والصيدلانية لما نتحدث عن صناعة الأنسولين محليا بنسبة 100% هنا ربما يكون إنجاز كبير يمهد لإنتاج أدوية مماثلة بنسبة 100% حقيقة خطر هذه الأدوية يروحوا كما الإنسولين تروح الأمراض المزمنة المرضى السكر وتكلف يعني ميزانية باهضة يعني في الاستيراد تحت هذه الأدوية وشي جميل كي تكون صناعة تكون الأدوية هذه يكون مصنعة في الجزائر ربما في العقود التي تكون فيها يعني ربما الجزائر تقدر حتى هي تصدر هذا النوع من الأدوية وكان أدوية أخرى كان قايمة كبيرة كان أدوية تعامل مرض السرطان كان تكلمنا على هذا الدواء اللي يدخل في البروتوكول تعالعيلاج تعالكوفيد 19 اللي بدأ الإنتاج نتعو عنده واحد شهر ونص شهرين من طرف مخبر خاص وهذا شيء شرف وهذه الأدوية كلها تكلفها بالغ ضخمة لاستيرادها من الخارج نتحدث حول القطاع تقريبا القطاع الوحيد في الجزائر اللي يسجل دائما نسبة نمو إيجابية نتحدث عن هذه الجائحة هل تأثر القطاع بظروف الجائحة أم حافظ عن نسبة نمو أو ربما شهد نسبة نمو إيجابية بالنظر إلى الحاجة الدوائية هي نسبة نمو النمو كانت في سنوات الماضية تلحق حتى الـ 17% وهم بعد نقصت ولد 15% أو تحت الـ 15% يعني كانت نخافضت شوية لكن قطاعا تحدث عن نسبة نمو قياسية مقارنة مع قطاعات الأخرى هي نسبة مئوية قياسية كنقارنوها بالقطاعات الاقتصادية الأخرى هل فيه اليوم القطاع القطاع اليوم أصبح أكثر جاذبية بنسبة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي هي ضرور كين شركات أجنبية اللي تنتج في الجزائر كين مخابر عالمية اللي تنتج في الجزائر المركة المسجلة التجارية وكين منتجين مشاريع الجزائرية الأغلبية مشاريع الجزائرية ومصانع الجزائرية كان تقريب 80 مصنع الجزائري وكين كذلك مشاريع أخرى اللي راه في طريق الإنجاز تقريب 70 أو 80 مشروع يعني حاجة جميلة حاجة كبيرة يعني يزيد تطلع هذه النسبة تعنموه تطلع في سنوات في 21 وفي سنوات الجاية هل سوق الدواء اليوم الجزائري يغري اليوم للمستثمر الأجنبي؟ أنا منتحدث عن استثمارات في القطاع اليوم منتحدث كذلك عن تصنيع اللقاح الروسي في الجزائر يحتاج إلى تقنيات جدا عالية ومخابر جدا متطورة تصنيع هذا النوع من الأدوية المتطورة جدا والتي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية هل اليوم السوق الجزائري قادرة فعلا على استقطاب أبرز مخابر العالمية لاستثمار في الجزائر؟ هذه بداية في الجزائر وكانت تهيلات يعني كمبيتنس يعني من ناحية البشرية من ناحية العلمية ومن ناحية كذلك التقنية من ناحية السوق كذلك من ناحية السوق كذلك لتزويد السوق الجزائر خطرا نحن رأينا نستور دول سوق كبير مقارنة سوق كبير يعني سوق تلك الجزائر رأي سوق كبير في المغرب العربي وفي المشرق يعني هذه التطورات لابد يكونوا وإحنا كم أعطيتك أمثلة فيما يخص هذا الدواء اللي ينتجها حاليا في الجزائر تكون كذلك مشروع تعلنسيولين نكون أدوية أخرى خطر التطورات العالمية فيما يخص الصناعة الصيدلانية هي البيوتكنولوجيا هذو اللي راح يعوضوا كاين الصناعة الكلاسيكية الأدوية الكيموية أصلا والكلاسيكية ولكن احنا نشوفوا باللي مخابر عالمية كبرى في كل بلدان متقدمة في أوروبا أمريكا وفي آسيا راهم يتاجهم عنه اتجاه بتطوير الصناعات انتحم نحو البيوتكنولوجيا هذه هذه اللي ربما تكلفت تحت كن نقصة وهذا هو المستقبل تعصين على الصيدلانية ولابد الجزيرة تروح في هذا الإطار وحتى التوجيه ربما الاستثمارات لهذا القطاع وهذا النوع من الاستثمارات لابدوك وإحنا المسؤولين على مستوى الدولة والمستثميرين كذلك راهم يفكروا في هذا الشيء هذا وراه ينشوفوا في الميدان بل لكين إنجازات صحيح صحيح طيب لما نتحدث اليوم عن أرقاب الحكومة وكذلك طموحاتها في هذا القطاع نتحدث عن الوصول لتغطية 70% من حاجتنا الدوائية بأدوية منتجة محليا في غضون عامين 2022 هل قادرون على تحقيق على الأقل هذه النسبة مبدئيا؟ إحنا إلا رفعنا رفعت هذا العراقيل هذا اللي كنت تكلمنا لهم قبل يعني اللي كانوا يعرقلوا شوية في النمو تعل الصناعة السيدلينية يعني هذا هدف يعني معقول يعني نقدروا أن نوصلوا 2022 ربما في آخر السنة 2028 إلى نسبة مئاوية 70% لنسبة لبأس بها خطر ما نقدروش ما كان حتى بلاد صحيح هذا نقطة مهمة ولا دولة في العالم تغطي كافة حاجتها من الدواء بصناعة محلي في الأدوية هذا يعني شيء يشرف وهذه 60% يعني فيما يخص الاقتصاد للجزائر ونقصه من فاتورة استيراد الأدوية اللي ما يخفكش باللي راهي كانت في اللول بربعة ملايير دولارات وبفضل الصناعة المحلية نقصت إلى ثنين ملايير دولارات والمفروض هي لابد في سنوات الجاية إن شاء الله تنقص حتى بلك ربما مليار واحدة دولارات وحتى ربما حتى لما تكون فيه استيراد بمليار دولار ونخذ غمار تصدير بثلاثة أربعة مليار دولار فهنا المعادلة جد إيجابية بالنسبة لإقتصاد الوطني والقطاع هذه القطاع تعلصنا سيدة لي مدام لاحظنا بلليكين نسبة النمو وتكون إن شاء الله في سنوات الجاية كل مخبر والجزيرة كذلك لابد تخمم على تصدير هذا الفائض أو تصدير الأدوية هي كاين تصدير يعني بالنسبة قليلة ولكن نقدرون ننتجه في أرقام فيما يخص قيمة تصدير معناش الأرقام يعني كاين بخابر أرقام هميشية أرقام هميشية ولكن كي تكون تصدير يكون معناها يعني نوعية يكون معناها حسب معايير دولية هي إحنا نشوف بعض الأحيان نشوف بالإنتاج في الجزيرة نراوها باللي يعني ما كانش نوعية لا إحنا كل الصناعة الصيدلانية اللي في الجزيرة عندها معايير علمية وعندها مراقبة من طرف المخابر يعني والحمد لله يعني وهذه النقطة جيد مهمة لأنه حتى المستهلك الجزائري اليوم لديه انطباع سلبي فيما يخص الدواء المصنع محليا وانت قلت أنه نفس المعايير العالمية وبنفس الجودة اللي موجودة في المخابر الأخرى لكان ما تكونش معايير عالمية ما تقدرش تصدر الأدوية خطر فيما يخص اليوم السوق الدولية ما هي انتباح عن سوق الدواء المحلي الأدوية المنتجة هنا محليا هل باستطاعتها دخول الأسواق الدولية والأوروبية ونحن نعرف معايير الصرامة اللي مأخوذها هي من ناحية كما تكلمنا من ناحية النوعية نوعية موجودة مراحة المراقبة المراقبة موجودة ولكن كان آليات اللي لابد يكونوا مجمولين باش نلحقوا لتصدير فيما يخص القطاع الصيد أو في القطاعات الأخرى كان نصوص نصوص قانونية اللي راي في صدرت في الأيام هذو اللي فاتوا وكان كذلك عوام الأخرى اللي لابد تهيي المحيط باش يكون تصدير يعني لتصدير مرافقة عن طريق ترويج لأنه إذا كان عندنا صناعة دوائية قوية بدون ترويج لها في الأسواق الدولية لابد ترويج لابد يكون وسائل نقر لابد يكون نصوص قانونية لابد يكون اعتماد يعني في هذا البلدان ولابد يكون سياسة يعني فعالة باش ندخل السقد دولي يلا أكيد كل قطاع لديه نسبة نمو كبيرة وهذا القطاع يشهد نسبة نمو كبيرة تحدثنا إلى 15-17% وهي نسبة نمو قياسية حتى في دول المجاورة لنا لكن أكيد هناك دائما مشاكل تعرقل تحقيق الطموحات في القطاع تحقيق على 70% في غضون عامين أو حتى تحقيق اكتفاء ذات التوجه كذلك ما هي المشاكل التي تواجه اليوم من مستثمر ومن تعامين في القطاع كانت إرادة في تطوير صناعة الصيدلانية كانت في سابق إرادة تعدولة يعني إرادة قوية وملازلت هذه الإرادة وتعززت هذه الإرادة تقريبا لأول مرة نشهد تقريبا تلف وزراء في القطاع تعززت هذه الإرادة السياسية من طرف الدولة من طرف سيد الرئيس الجمهورية وقعت وزارة الصناعة الصيدلانية وعندها مخطط عمل يعني اللي راح في طريق الإنجاز يعني هذا يعني كل العراقيل هذا لابد يترفعه يتنحاو خاطر الأمكانيات البشرية موجودة ما هي العراقيل باش كنت تتكلمت على قضية عقال قضية تمويل عدة عوامل كنا تكلمنا مسبقا على الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية هذه أساس يعني قاعدة لابد كانت منها هي كانت موجودة في النصوص وما خدمتش مدة مدة خمسة سنة هي بدأت في العمل في الفين وعشرين وراه تعمل هذه لتسجيل الأدوية خطر الدواء موش كما المواد الأخرى مواد مادة حساسة لابد من تسجيل كنا نهضروا على التسجيل مع أنها ملفات ملفات تقنية ملفات علمية ملفات طيبية ملفات إدارية اللي تدرس قبل السماح لدخول السوق ما يوما للاوتوريزاتيون دميسيون المارشي ولا الدسيزون ترجسرون هذا يعني ما بين العراقيل اللي كانوا موجودين كان عراقيل كذلك اللي كانوا اللي النصوص القانونية أو التطبيقية ما كانتش محاقة مهيئة باش يكون تطور وكان عدة أسباب أخرى بلما ندخل في جميع التفاصيل اللي كانت عرقل هذا النمو الصناعة السيدلية وحاليا الدولة عطات الأولوية لهذا الصناعة السيدلانية والوزارة لمعنية مزارة الصناعة السيدلانية راه تعمل منذ سنة باش ترفع هذا العرقيل هذا كامل طيب نتحدث حول طموح الجزاء اللي تصبح قطبا رائدا في صناعة الدوائية في المنطقة نتحدث ربما عن الدول العربية لدينا نموذج الأردن كذلك هو حقق خطوات جد إيجابية في هذا القطاع لو نتحدث حول طموح الجزائي للمشروع في هذا القطاع نتحدث عن نسبة نمو جد إيجابية للوصول إلى هذا المرتبة دائما نتحدث في الصناعة الدوائية عن مواد الأولية المستخدمة في مختلف الصناعة الدوائية والصيدلانية قادرين كذلك نخذ غيمات توفير هذه المادة الأولية تدخل في هذه الصناعة محليا هي ما وش ما وش هذاك الاتجاه نحن الاتجاه منتع الجزائر أنه مع الجائحة كثير من الصناعة الدوائية تأثرت نتيجة ندرة المواد الأولية كان بعض التأثيرات ولكن يعني نحن الحجم منتع السوق الجزائري أو السوق منتع البلدان المجاورة ما وش كافي باش تقدر تنشي يعني صناعة تع المواد الأولية أغلبية باش يكونوا في علم لأغلبية المخابر الكبيرة العالمية تجيب المواد الأولية من الصين ومن آسيا هذو هما الزوج بلدان اللي هما ينجو المواد الأولية هي فيها مشكل وبيتكلوا فكذلك منخفضة منخفضة بارك الله فيك يعني هذه ما فيهاش يعني نتيجة ما رحش تكون إشكال بنسبة لتطويل القطاع تطويل القطاع ما كانش فيها إشكال قلتلك أغلبية تحتل المواد اللي رحنا نحوس عليها كما احنا نقولوا ما سحقوش دوال جانيس نسحقوا الدوال اللي جاي مستورد من ألمانيا ولا من فرنسا والمريكا بصح المادة الأولية والفعالة جاية من الصين وجاية من الهند هذه يعني احنا الاتجاه هي تكون تغطية خطرا نشوفه بلي كنا نشوفنا في هذا السنة هذه الجائحة تعكورونا نشوف بلي كل بلدان يطمحوا في يعني استقلالية نوع من استقلالية في عدة مواد مواد صيدلانية في الأجهزة الطبية وفي اللقاح أكثر يلا نعود إلى التنسيق المتسارع بين الجزائر والروسيا لتصنيع اللقاح الروسي سبوتنيك في الجزائر طبعا اليوم فيه تنسيق بين الشركة العومية صيدال وبعض الشركات الخاصة لتحقيق هذا الطموح في تصنيع اللقاح في الجزائر اللي يحتاج كذلك إلى تقنية جد عالية ومخابر جد متطورة تصنعيه محليا لكن قدرين بعد شهرين ثلاثة أشهر أبعد أشهر نشوفوا هذه اللقاح مصنعة فعلا في الجزائر هي أنه نرجع الأول في السنة الماضية يعني فعلا سيكون مكسب بنسبة للقطاع يكون مكسب حقيقة أنا لا سمحت سيدين نرجعوا شوية الأول يعني كأن في سنة 2020 سيد الرئيس الجمهورية متعليمات للحكومة باش يكون استيراد للقاح ويكون كذلك يعني ربما مساعي لتصنيع مساعي لتصنيع اللقاح في الجزائر وهذه فكرة كانت يعني مليحة يعني من طرف سيد الرئيس الجمهورية والحكومة رهي عملت في هذا الإطار على مستوى عالي وكان فيها اتصالات بين المسؤولين الجزائرين الوزارة الأولى ووزارة الصينعة الصيدة الألانية والمسؤولين يعني في روسيا ما يخبكش باللي احنا عندنا علاقات تاريخية معه وحتى السيد الوزير الأول استقبل سفير روسي نفس جزائر لتسريح الوزير المتصر مع روسيا واستقبل عدة مرات سيد سفير روسيا من طرف سيد وزير الأول ومن بعد وصلنا لمرحلة أخرى وين كان يعني تفاوض بين الخبراء الجزائريين المخابر الخاصة ومخبر سيدال مع المخابر الروسية والمخبر الروسي والسلطات عدة ملفات ترقوا لها هذه المفاوضات منذ شهرين منذ شهرين والجزائر في اتصال مع الخبراء الروسيين ووصلوا للمرحلة اللي نقدروا نقولوا تكرسوا هذا العمل هذا وروسيا شافت بليل جزائر مؤهلة صحي من ناحية التقنية من ناحية الكفاءات البشرية باش تقدر تصنيع اللقاح انتحها بدت مدته هذه لبعض البلدان ربما روسيا خطر عليها باش نعرف في مخصص تصنيع اللقاح الروسي فيه مفاوضات متطورة كذلك وجد متقدمة مع ايران ومع الجزائر اليوم فيما يخص قضية التصنيع قادرين نستبقوا شوي الايرانيين في تصنيع على كل حال على حسب المعلومات اللي عندي والمعلومات اللي عندنا هي بلي ربما من على شهرين او خمس اشهر وهذه مدة قصيرة يعني فيما يخص اللقاح تكون فيها يعني انطلاق في الانتاج هو باش نعرف من ناحية العلمية من ناحية طبية بلي هذا اللقاح هذا موش موش تعليب يعني موش كونديسيونمون يعني فقط ربما الشارع ولا الناس تقول لك ربما هذا يجيبوا اللقاح ويدديروه في العلب ويبيعوه لا موش هذا يعني التكنولوجيا جديدة ونقل التكنولوجيا من روسيا الى الجزائر هل نتحدث هنا لانه فيه تصريحات حتى المسؤولين والمتعاملين في القطاع انه هذا النوع من تصنيع اللقاح لمضاد الفيروس كورونا يحتاج الى مخابر من نوعية جد تحتاج الى تكنولوجيا جد مرتفعة هل لدينا هذه المخابر في الجزائر ام نحتاج لبناء مخابر جديدة كين مخابر لمؤهلة لهذا المستوى هذا ربما تحتاج فقط الى تكييف تحتاج الى تكييف وكين في الاسبع الجاية يكون وفد من الخبراء الروس ليجيوا للجزائر لمعاينة هذا المخضر وكين كذلك خبراء جزائريين فيهم مخابر جزائرية عمومية وخاصة لتروح كذلك وفد يروح لروسيا هي نولي والتقنية لقاح هذا هي تخليق حيوي بيوسنتيز هي بيوسنتيز ليس انتاج كلاسيكي كما نقول كما الأدوية الأخرى يعني اللي يجيب المادة ولكن هذا التخليق الحيوي هذا يبدأ من الخلايا من الخلايا على لدي نوفيغيوس هذا هذا اللي المخابر الجزائرية هما كان ربعة ولكن واحد راح تقدم في المفاوضات وخضى حتى التجربة كان عنده تجربة في هذا النوع عنده تجربة لأنه عمل في هذا بالتقنية هذه بإنتاج دواء اللي كنت تكلمت عليه ليدخل في البروتوكول تعل كوفيد تسعتاش هذو هما يعني هذه هذه قفزة نوعية قفزة علمية لتشرف الجزائر وربما كلا قدرنا الجزائر قدرت تنتج هذا اللقاح وتقادر باش تنتجوا إن شاء الله في الأشهر الجاية ربما هذه قاعدة باش عديد من اللقاحات يكونوا منتوجين في الجزائر وهذا باش يزيد من استقلالية الجزائر في هذا الميدان ما يخفاكش باللي إحنا عندنا معهد باستور لمشهور إفريقيا ومشهور في العالم وعنده تجربة أكثر من خمسين سنة فيما يخص اللقاحات هذة هي طموحات ومشاريع للممكن مشروع وقدرين فعلا جزدوها لأنه من ناحية الكفاءات لدينا الكفاءة البشرية لقدر فعلا لمحتكى حتى بهذا النوع من التجارب قدر فعلا تقدم إضافة كبيرة للقطاع ولنوصل لهذا الطموح سواء تصنيع لقاحات عالية الجودة نتحدث عن اللقاح الروسي الأنسولين أو الدوية مضادة السرطان وغيرها هنا نقطة جد مهمة أنت تعرف أنه فيه كفاءات جزائرية كبيرة في المهجر في هذا القطاع قادر تقدم إضافة للقطاع كذلك وفيه رجال أعمال كذلك في الخارج قادرين استفادوا منهم في هذا القطاع تشوف أنه التنسيق اللي يمع تنسيق مقبول لازم كذلك نرفع من الواتين الاستفادة من كفاءتهم يعني شوف ربما من الحكومة الجديدة هذه كان فيها اتجاه سليم فيما يخص يعني كفاءات اللي رهي موجودة في الخارج مع جزائريين اللي يعملوا في في عدة كليات معاهد على المستوى وكاينتصالات كاينتصالات معاهم لكن كاين كذلك الكفاءات اللي موجودة وطنيين في الجزائر هذه يعني نشوفه كاينتجاه في هذا الميدان كل مكسب ايجابي كل مكسب ايجابي هي نزيد نعرفه باللي فيما يخص النوعية إلى سمحت سيدي فيما يخص النوعية على اللقاح هذا ما كانش بلاد اللي تقدر تمدلك باش تنتج اللقاح وما تكونش انتا عندك الكفاءات لازم باش تنتج وهي في العالم كامل فيما يخص اللقاح احنا شفنا باللي ما كانش مخبر ليقدر ينتج زوجه لثلاثة ملايير جرعة تعلقاح روسيا ما كانش عندها تنافس في العوام اللي فاتوا ما كانش عندها تنافس مع المخابر الكبرى ولكن اليوم راني نشوفه حتى في في البلدان الاوروبية راه ربما تسجل تحب ماذا بيها تسجل هذا من طرف سلطات السحية يعرض على موسكو صناعة تنسيق في صناعة هذه اللقاح وكما كانش جودة لهذا اللقاح البلدان الاوروبية ما تتجهش إلى روسيا من ناحية السياسية على كل حال والتجارية ولكن يعني احنا حتى في البداية كان فيها نوع من تخوف من الإعلان عن نجاعة هذا الفيروس الروسي سواء على مستوى منظمة صحة العالمية وحتى على مستوى الدول الأوروبية فيه نوع من تشكيك بنجاعة هذا الفيروس واليوم كل تقارير تشير إلى أن الفيروس ربما رقم واحد لأكثر نجاعة ضد الكوفيد هو من هنا حتى اختيار الجزائي اختيار سديد اختيار مليح تعل الجزائي هو أول لقاح الذي خرج في أوت هذه سنة الماضية يعني شي جميل هو كان منشور علمية طبية شرط في هذا المجلة البريطانية اسمها دولانسات هي الأولى تعل لقاح الروسي وهذا يدل على منسبة 90% يعطيك صحة هذه ما فيش شك باللين النوعية هنا ربما التساؤل يطرح ماذا روسيا تتجه إلى إيران ومن ثم ربما إلى الجزائر ولا تنسق مع الدول الأوروبية أو الدول الأوروبية اللي عندها تجربة كبيرة في هذا القطاع هل هنا كذلك رد الجميل لهذه الدول التي تعتبر حليفة بالنسبة لموسكو وبالتالي نفتح باب آخر أنه لماذا لا نستغل هذه العلاقات السياسية الوطيدة والتاريخية بين البلدين لتطويرها القطاع والاستفادة من التجارب موسكو في السنعة الدوائية إتجاه سياسة الجزائر يعني هي روسيا فتحت حقيقة الأبواب للبلدان معها علاقات تاريخية وهذا شي طبيعي حتى بعد البلدان الأوروبية كما سبقنا وهضرنا حتى هما يشوفوا هذا اللقاح يعني تعالى روسيا لابد يسترون خطر كين كذلك بلدان الأوروبا هي كي درت باش تستورد اللقاح الأمريكي بعثت مدة يعني المال اللي لازم ولكن بعتولهاش يعني لفاكسان بالكمية الكافية وضرك ولا تتجه إلى روسيا طيب نعود كذلك لنقطة جد مهمة هي في هذا القطع هي ندلت بعض الأدوية في السوق المحلية نتحدث عن طموح تحقيق الاكتفاء الذاتي وحتى تحقيق 70% من حاجاتنا من دواء تصنع محليا ولكن السوق المحلية مرة على مرة تشهد نوع من تذبذ في بعض الأدوية هذا إلى ماذا راجع أساسا لأنه مش فقط لشهر أو شهرين وإنما السنوات الماضية شهدنا هذا النوع من اختلالات إلى ماذا يرجع أساسا وما هو الحل للقضاء عليه نهائيا كنا تكلمنا في القطاع الصناعة تصيدة لانية كان تخفيض في النمو وكان عدت أسباب لتعرق لهذا النمو ولتطوير هذا الصناعة تخيضت قرارات من طرف الدولة باش إنشاء هذا وزارة الصناعة الصيدة لانية وراهي في طريق العمل يعني حسبة القائمة الرسمية للجزائريات قائمة على الأدوية لكل الأدوية التي تدخل في الجزائر أو تصنع في الجزائر مسجلة في هذه القائمة ومازال السوق يعاني من عدة مواد صيدلانية أدوية التي تهم الأمراض المسلمة هل الأدوية التي تشهد الأدوية المصنعة محلية أم الأدوية التي تستور في زوج يعني كائن أدوية التي تنتج في الجزائر اللي رايح في الندرة كائن أدوية لماذا راجع بالسبب يعني محليا كما قلت لك يعني عدة أسباب لمخلتش يعني القيطاع ينمو كما لازم هذه الندرة رايح عندها سنوات ربما ربعة وخمس سنوات للندرة كانت لأن الجزائر يخذت قرار أن نصنع أي دواء أن نصنع محليا نوقف استيراد نوقف هذه كائن 351 دواء اللي كانت توقفت على الاستيراد والأسباب هذه الندرة متعددة أعطيت لك بعض الأسباب صحي يعني ولكن القائمات على الأسباب طويلة يعني نحن نتفأل باللي إنشاء هذا الوزارة تكون وإنشاء الوكالة حقيقة يكون رفع هذه الأسباب هذو ليعرق لابد وكائن كذلك يعني حضرنا للمرصد اليقاظات فيما يخص توفير الأدوية لتأسس يعني في هذه الأيام اللي فاتت يعني وين ربما يكون المعلومات كاف كاملة تكون في هذا المرصد باش يقدروا يتحكموا في السوق وهذا هو وهذا هو المطلوب شكرا لك على كل هذه الإضاحات رحمة شفيق نائب رئيس نقبة سيدي للخواص وإن شاء الله نحق فعلا هذا الطموح تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه إلى التصدير وأن تصبح الجزائي رائدة في صناعات دوائية في المنطقة شكرا العفو خلف حادث وفاة طالبة بالإقامة الجامعة ترجمة نانسي قنقر